على مدار شهور مضت وهي في حالة انعقاد شبه دائم للتحضير والإعداد والتجهيز حتى يتمكن كل ما لديه الحق في الإدلاء بصوته من انتخاب رئيس يمثله وضعت نصب أعينها الوقوف على مسافة واحدة من كافة المرشحين الرئاسيين ووفقا لما يقره القانون ويطبقه القضاء المشرفون على الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات انشأت اعمالا للصوص دستور 2014 والذي نصت عليه المادة 208 على إنشاء الهيئة كهيئة مستقلة تختص الهيئة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وذلك بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها واقتراح تقسيم الدوائر إضافة لتحديد ضوابط الدعاية والتمويل وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج نصت المادة 209 من الدستور على تشكيل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من الجهات والهيئات القضائية دون تدخل من السلطة التنفيذية ويترأس هذه الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقدة يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية تشرف الهيئة الوطنية للانتخابات إشرافا كاملا على الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 تخضع قرارات الهيئة بما في ذلك قرارات إعلان نتائج الانتخابات والاستفتاءات لإمكانية الطعن القضائي وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها أما محكمة القضاء الإداري فأناطت بها الهيئة الوطنية للانتخابات اختصاص الفصل في الطعون على انتخابات المحليات وحتى تتمكن الهيئة من القيام بمهامها فقد زودها المشرع بالعديد من الاختصاصات أهمها تنفيذ الاستفتاءات والانتخابات وإعداد قواعد بيانات الناخبين وتحديثها وتعديلها وتنقيتها ومراجعتها بصفة دورية بالإضافة إلى دعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها ووضع الجدول الزمني وإجراءات كل منها كذلك تقوم الهيئة بوضع القواعد المنظمة لمتابعة الاستفتاءات والانتخابات من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية كذلك تضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد المنظمة لاستطلاعات الرأي المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات وكيفية إجرائها ومواعيدها والإعلان عنها وأخيرا إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات هكذا تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على توعية وتثقيف الناخبين والأحزاب والإتلافات السياسية بأهمية المشاركة في الاستفتاءات والانتخابات وحقوقهم وواجباتهم للمشاركة الفعالة في صنع مستقبل واعد للأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر